قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخة صرح بذلك المتحدث هو الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ساتر مشرفنا النهاردة فندم في الطريق الدولي الساحلي اللي بيبدأ من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 800 كيلو بيمر بساتر محافظات رئيسية بورسعيد وضميات والمنصورة وكفر الشيخ وسكندرية ومطروح ورابط برضه على مواني مهمة جداً اللي هي مينة بورسعيد ومينة دميات ومينة اسكندرية وكذلك مينة جارجبو وهو ده الأساس في تطوير فندم نتيجة التدول الكبير اللي في المواني فكان لازم ان احنا نطور الطريق ونتيجة الحجم الحركة الكسيف بتاعت النقل السئيل كان الاتجاه ان احنا نعمل نفس الحركة النقل السئيل عن الملاكي وهنكمل فندم ان شاء الله الطريق من اسكندرية في اتجاه السلوم عن طريق طريق للشاحنات اللي هو عن طريق محور التعمير وبعدين جنوباً هنمشي جنوباً جنوب مدينة العالمين وجنوب مدينة الضبعة لغاية ما نرحم مع طريق الضبعة ومن طريق الضبعة فندم هيبقى جنوباً يوصل لغاية منفذ السلوم احنا هنا فندم احنا بدأنا تطوير فندم من مدينة دومياط لغاية بلطيم المسافة دي طلها 90 كيلو بالاضافة للمسافة من طريق الزراعي للطريق الصحراوي احنا بدأنا فندم من دومياط لبلطيم هنا بنعمل نفس القطاع العرضي اللي هشرحه للسلتك حالاً دلوقت القطاع الحالي يا فندم اللي كان موجود عليه الطريق كان عبارة عن ثلاثة حرة مرورية لكل اتجاه التطوير بعد التطوير فندم هيبقى ثلاثة حرة مرورية للملاكي بالاضافة لطريق خرصاني شمال وجنوب الطريق للنقل السئيل وده الاساس في المشروع بحيث نحن نفس النقل السئيل هيقل الحوادث وفي نفس الوقت هيسعب الكسافات العالية بتاعته للطريق بالاضافة لان الجزيرة اللي في النصف فندم هتبقى جزيرة بعرض متغير وليها علاقة مباشرة بالمرافق بنحاول نتجنب المرافق قدر الامكان ممكن الجزيرة تبقى صغيرة ممكن تبقى كبيرة حسب المرافق الموجودة بنحاول دايما نتلافها يعني المرافق القريمة كانت على الطبق على طول كان قابل الضبط كدر أو سايب الطريق اثنين ثلاثة متر بنحاول قدر الامكان نحن نتلافها وده برضو نفس القطاع بالنسبة للكباري برضو نفس الحكاية بنوسع الكباري كلها بنعمل اتجاهين تانين لكل كبري بحيث ان احنا برضو حركة النقل ما نضطرش ان احنا ندخل على طريق على كبري واحد مع الملاكي فلازم كنا نعمل الكباري ونزوبها وده القطاعات الفنظم اللي احنا شغالين فيها ده لو طبقت لو رصف اسفلتي عادي ستين سنتي اساس وخمسة ستة سطحية وده لو رصف خرصاني طبعا هنا واضح ان الصمك يمكن عالي هنا شوية ولو هو لقب بطبيعة التربة كلما طبيعة التربة بتبقى سيئة كلما بنضطر نعمل قطاعات انشائية تقيلة شوية وطبعا الطريق الرئيسي احنا اشتغلها بتقنية الف دي ار والسيئة وارقم عرضناها لستك فاقوس والطريق اللي عندستك ده احنا فعلا نفذناه بنفس التقنيتين دول مراحل تنفيذ الخرصانة فنظم العربية بتيجي تحط الخرصانة بتاعتها بتطلع من الخلاطة بتحط قدام الفينشر بيطلع من وراها المنتج ده ووراه الرصف الخرصاني وبعدين بتيجي وراه مكنة المعالجة مكنة المعالجة دي بتعمل حاجتين بترش مواد اضافات عشان تحافظ على الهارد الهارد نس بتاع السطح بحيث ان هو يبقى قوي وبتمشط السطح عشان يبقى متمشط زي الستك فاقل كده تمام فنم وبعد كده بنقطع البلطات المادة الكواني دي بتحتفظ بالمية داخل الغلالة الخرصانة تمام كده كنوع من عنوع المعالجة تمام فنم وبعد كده بنقطع البلطات بالنسبة لكنا عرضنا على السطح الأمريكا ده فقوص تدوير تدوير طبعات الرصف في نظام الف دي ار و سي اي ار والستيل جارد و مالو الشروخ والمايكرو سيرفز اخينا حاجة عايزونا اه تفضل نيوجيرسي ده واحد ستة ساعة طبعا طيب كيلو بكلفنا كام حسنا كيلو نيوجيرسي حوالي حوالي ستمئة ألف جنيه للسلاح كويس يعني انا لغاية السلوم يكلفوني ستتمئة مليون جنيه تمام تمام كم حسام ستتمئة مليون جنيه ستتمئة مليون جنيه انا النهاردة دبطور و السفر ماشي على طريق زي كده في تلت حراب بالمستوى ده تمام حاسبه مخشي على السفر دبطور و السفر دي واحد نمرة دين لو احنا هنعمل المنظومة بتاعتنا بتاعت الإي تي اس الإي تي اس هتسيطر هتسيطر ولا هيجي شمال يعني هيخل حاجة ماش بالطريق تضر بالآخرين حاب لو انت نرى جيت قلتلي ايه؟ انا من ضمن الطريق وانا بعملها دكتور مصطفى هحط الستمئة مليون جنيه في المنظومة ده بدل ده عايز النهاردة تتفاعل مع القانون طيب انا النهاردة بعمل ده وبيكسر وانا انا غلطان صح؟ حوادث بق بيكسر وانا نرجعه طب انا النهاردة اه عمل طبعا بشكل اه يعني مريح ايه وخطط كويس قوي ثم عملت المنظومة بتاعتي بقى اللي ماشي سواء ملاكي او كده مش على قد انه هياخد حارة مش بتاع لا بتتكلم فعلى سرعات بتكلم على الاستقرار الحارة بتاع كل واحد بيلتزم بك حاجات كتير في القوانين المرور المنظومة هتعملها طب انا هيكلفني كان ستمائة كليون جنيه المنظومة طب كده اه بس انا كده كان اعملها لا انت كده خدت ستمائة من هنا ممكن تدخبت مم يعني الاشيات اللي هي اللي ممكن تخليها فيها استقرارية حاضر او اوامي اوامي اخليك بند احطام بساتك بند